السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس الزمان كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج دوالي الصاقعين أولا وفضلا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فورا نزوله وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكوبنات الطبيعية المفيدة جدا لعلاج دوالي الصاقعين بشكل نهائي فالوصفة لهذا اليوم بخصوص علاج دوالي الصاقعين فهي عبارة عن خليط من الزيوت المفيدة جدا لعلاج دوالي الصاقعين فلدينا المكون الأول أو الزيت الأول فهو زيت اللوز الحلو وستحتاجين منه كمقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وأما المكون الثاني أو الزيت الثاني الذي ستحتاجين فهو زيت البرتقال وستحتاجين كذلك إلى ملعقة كبيرة من زيت البرتقال فهذه الزيوت جد مفيدة لعلاج دوالي الساقين وذلك لأنها تعمل على نوران الدورة الدموية في منطقة تواجد دوالي الساقين وهذا يساعد بشكل جيد جدا على التخلص من دوالي الساقين بشكل تدريجي إلى أن تختفي إن شاء الله وأما فيما يخص طريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو خلط هذه الزيوت كمقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ومقدار أيضا من زيت البرتقال ملعقة كبيرة تقومين بخلطها جيدا إلى أن تتجانس ثم تقومين بوضع هذا الخلط من الزيوت في بخاخ على هذا الشكل لكي يسهل عليك استخدام واستعمال هذه الوصفة لعلاج مشكل دوالي الساقين وأما فيما يخص طريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو تنظيف منطقة تواجد دوالي الساقين ثم تقومين بخلط هذه الزيوت على منطقة تواجد دوالي الساقين ثم تقومين بعمل مصاج أو تدليك لهذه المنطقة لمدة عشر دقائق أو حتى عشرون دقيقة مما سيساعد على دوران الدورة الدموية وعلاج مشكل دوالي الساقين بشكل تدريجي وأما مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمال واستخدام هذه الوصفة يوميا إلى أن تحصل على النتائج المرجوة فكل ما عليك هو الاستمارية والانتظام في استعمال هذه الوصفة إلى أن تحصل على النتائج المرجوة وهي اختفاء دوالي الساقين بشكل نهائي كانت هذه هي وصفة اليوم أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأوك واستفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته